اجمع من الكذب الكذب وقلة الحياة والفجور اذا قمت الوقاحة كلها الوقحون يا قرار زبالة السلام عليكم وقالها سهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة مخ وعضلات اليوم من اللي فاته كان فيه مشكلة كبيرة وهي لسه مستمر لغير دلوقتي فيه برنامج اسمه قرار ازالة قرار ازالة بيقدموا واحد اسمه محمود داود واحد اسمه معاز عليان اللي اتنين دولة بيحاولوا انه هم اي حد بيكلم باسم الدين بيلخبط شوية في الاحاديث او في القرآن وبيفسر على مزاجه زي مثلا احمد عمارة زي امين صبري زي دكتور علي كيالي منصور او علي منصور كيالي من حرف جرزايد من حرف جرزايد يعني ما لهم به علمون يعني بيمكن حسف المن يعني بيمكن حسف المن الناس دي ساعت بتفسر القرآن كده على مزاجها انا مش ضد ان اي حد يفسر القرآن على مزاجه بس فكرة ان انت تفسره على مزاجك ليك انت حر طبعا دي حاجة ترجعلك لكن تفسر القرآن على مزاجك وتشير دا للناس طيب يا صديق العزيز او يا شيخ العزيز ما انت ممكن تفسيرك للقرآن يطلع غلط حتى ولو بنسبة نصف المية طيب انت دلوقتي فيه ناس بتتبعك فما ينفعش ان انت تعمل حاجة زي كده كلنا على فكرة بيجي علينا وقت ممكن نمسك آية معينة من القرآن ونفسرها بمزاجنا انت حر دا دا حق ليك لكن فكرة ان انت تشير دا على السوشيال ميديا وخصوصا ان انت يكون ليك متابعين دي في الحالة دي ممكن تكون مشكلة رهيبة خصوصا ان فيه ناس درس القواعد اللي تديك الحق ان انت تفسر القرآن زي مثلا شيخ الشعراوي عليه رحمة الله وبتفسيرك انت بتناقض واحد زي كده ماشي الشيخ الشعراوي شخص بني آدم وارد جدا ان هو يغلق انا طبعا مش قصدي ان هو فيه حاجة اخطأ فيها وهو لو اخطأ فحاجة انا اكيد معرفهاش طبعا انا مستحيل اكون على علم واحد زي الشيخ الشعراوي او اي حد اصلا من الناس اللي انا بذكر اسمائها حتى لو انا معترض معاه دينيا هو احسن مني اكيد مئة مرة المهم عشان ما طولش عليكو حصل مشكلة بين التلات اشخاص دولة محمود داود ومعاز عليان ابتدوا يتكلموا على احمد كيالي ابتدوا يهاجموه واحمد كيالي ابتدى يهاجمهم في الفيديو اللي انتو شفتوه في الاول فانا هحلل التلات شخصيات كتحليل شخصي ملوش اي علاقة بالدين لان فيه ناس بصراحة طلبت مني حاجة زي كده وزي ما احنا متفقين انا مش متعود ان انا حلل شيوخ لان ممكن حلل شيخ او فقيه انتواخد منه معلومات المعلومات دي ممكن تأثر على دينك بالايجاب فلو انا حللته واثبت ان هو مثلا بتاع مصلحته او نفعي او بتاع فلوس او اي حاجة من هذا القبيل ممكن ان انت تبطل تسمعه وفي الحالة دي هكون انا السبب لكن الناس اللي بتلخبط في الدين لا يا صديق العزيز الناس دي افضل لك ان انت ما تسمع لهمش محمود داود ومعاز عليان بصراحة انا سمعت لهم فيديوهين تلاتة بصراحة انا ما شفتش ليهم اخطاء خصوصا ان هما بيتكلموا من القرآن وبيتكلموا بالتفاسير المعروفة سواء ابن كسير سواء الشيخ الشعراوي لكن الشيخ علي منصور كيالي لا اتفرجوا مثلا على الفيديو دا من حرف جرزايد من حرف جرزايد يعني ما لهم به علمون يعني بيمكن نحصف المن يعني بيمكن نحصف المن طيب يلا بينا نحلل طيب نبدأ بشخصية محمود داود محمود داود اول حاجة هتلاقي طبعا الجابعة عنده عالية فبالتالي الشخص دا بيفكر كتير جدا واسع الثقافة جدا طيب لو جينا بصنا على اطار الوجه اطار الوجه اولا الجزئية دي وبعد كده اطار الوجه بيضاوي الجزء دا طبعا احنا بنسميه اخلاص في التفكير يعني الشخص دا تفكير اخلاص دا ملوش دعوة بالمشاعر على فكرة دي حاجة ودي حاجة احنا اتفقنا لما بنقسم الوجه بنقسمه لتلات اجزاء الجزء دا بتاع التفكير الجزء دا بتاع المشاعر الجزء اللي تحت بتاع التلقائية او الحركة انا دلوقتي بتكلم عن التفكير التفكير المدى الفكري بتاعه عالي بيفكر كتير جدا ما بيعرفش يقعد مستريح الا هو بيفكر ما بيعرفش ينام بسهولة بسبب التفكير حتة الاخلاص خلاص قلناها الجبهة بتاعته تعتبر جبهة عريضة فبالتالي الشخص دا عنده ثقاف نفسه عالية جدا 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 عنده قدرة على المواجهة ما يخافش عنده اسرار عنده عناد يقدر يتحدى نفسه ما فيش اي مشكلة من ضمن الحاجات برضو اللي بتكون موجودة في الواجه دا على فكرة الواجه دا خليط بين تلات وجوه مع بعض الواجه المربع والواجه المستطيل والواجه البيضاوي في نفس الوقت هو خليط بين التلاتة دولة ولما تعمل الخلطة دي اللي بينتج لك الاتي الشخص دا بيكون اجتماعي جدا بيكون نشيد جدا يقدر ان هو يحقق اكتر استفادة او اكبر استفادة من الفرص اللي هي ممكن تكون متاحة ليه وعلى فكرة الجزئية دي تحديدا موجودة في الحواجب برضو دايما بيدور على فرص يعني حتى لو ما فيش فرص متاحة ليه هو بيحاول يبحث عن الفرص دي بنفسه الناس دولة بيكونوا برضو عندهم صبر عالي جدا بيكون شخص سخي يعني كريم جدا برضو هتلاقيه شخص متسامح جدا شخص هادي في بعض الاوقات النوعية دي من الناس بتتسم بالكسل ولكن مجرد ما بيلاقي الفرصة او بيعرف يدور على الفرصة بتلاقيه بيتحرك بسرعة جدا وبيكون نشيد جدا في الحتة دي وفي الحالة دي بيشتغل بجد وحيوية رهيبة طيب تعالوا نشوف كده هل الكلام ده موجود في الملامح ولا لا احنا اتفقنا ان اي حد بيكون في شعر خفيف هنا بين الحواجب اذا الشخص ده ينفع ان انا اقول عليه عنده قدرة على اقتناس الفرص النقطة التانية المسافة اللي بين العين تعتبر مش كبيرة قوي ولكن مش ديقة فبالتالي الشخص ده ينفع ان انا اقول عليه متسامح كل ده على فكرة بيدعم الكلام اللي انا قلته في الاول لو بصيت على العين ممكن تلاقيها واخدة شكل مستطيل بس مش المستطيل اللي هو يعني ففي الحالة دي ممكن ان انا اقول هو بيدور على مصلحته ولكن مش المصلحة العالية اللي هي تخليني اقول على الشخص ده ان وحش او مش كويس طبعا هنا في الانف هتلاقي فيه الحتة اللي في النص دي اللي هي موجودة عندي كنت عملت عنها في فيديو هتلاقي في الاي اللي فوق دي وهي حتة انقسام المشاعر ان الشخص ده بيجي عليه وقت بيبقى عايز يشتغل بقوة وبيجي عليه وقت بيبقى مش عايز يشتغل خالص عايز يلعب عايز يهزر يعني عايز يفرفش فاهمني الدين اللي احنا بنسميها انقسام المشاعر وانا كنت قلت في الاول ان هو بيجي عليه وقت ممكن يبقى كسلان ولكن مجرد ما يلاقي الفرصة يدخل في حاجة زي كده فلو انت يا دكتور محمود انا مش عارف ايه اللقب بصراحة اللي اندهلك بيه بس انت كراجل دين انا ما ينفع شنطة اسمك يعني او اندهلك باسمك ما علينا يعني لو سمعت الفيديو ده لما يجي عليك الوقت اللي انت تحس ان انت فيه كسلان لا ارفع عن نفسك يعني عيش حياتك في الوقت ده هتلاقي نفسك ان انت عايز ترجع للشغل بقوة وهتلاقي نفسك بتعرف تشتغل كويس جدا بالنسبة للكرم طبعا الشفة التحتانية كبيرة فبالتالي فعلا الشخص ده كريم ودي برضو حتة احنا قلناها في الاول الشفة الفقانية برضو تعتبر كبيرة فاذا الشخص ده عنده قدرة على التشبيهات العالية جدا بيعرف يدي امثلة كويس يعني من الاخر كده هيعرف يفاهمك ايه الفكرة اللي جواه يعرف يوصلها لك كويس جدا طيب هل الشخص ده كده ما عندهوش سلبيات ممكن يكون عنده سلبية زي مثلا الحاجب هنا هتلاقيه في الجزء ده بيبتدي يبهت شوية فبالتالي الشخص ده ينفع ان انا اقول عليه عنده حتة اه المكر او الخداع موجودة ولكن حتة مكر وخداع لشخص ناجح ده طبيعي لكن هو مش شخص مسلا انتفاعي او بتاع مصلحته او بتاع فلوس الكلام ده مش موجود فبالتالي المكر والخداع هنا ممكن ان انا اعتبرها كنوع من اللباقة خصوصا هو بيناظر ناس كتير وحاجات زي كده البوق عنده يعتبر مش صغير ويعتبر مش كبير قوي فانا ينفع ان انا اقول عليه في بعض الاوقات ممكن يلبخ شوية فاهمني لكن في بعض الاوقات التانية ينفع ان هو يكون لبخ شوية يعني من الاخر كده على حسب حبه للشخص اللي قدامه هيعرف يوزن كلامه كويس لكن هو لو ما بيحبش الشخص اللي قدامه لا هيعرف يديه على دماغه صح عن طريق الكلام بالنسبة للدقن الدقن هنا تعتبر الى حد المال هي الدقن المستقيمة فبالتالي الشخص ده ينفع ان انا اقول عليه مشاكس وطبيعي اي حد بيعمل مناظرات اللازم تكون دقنه بالمنظر ده طيب ده بالنسبة للشخصية الاولانية ندخل على الشخصية التانية اللي هو اسمه معاز عليان هنا فيه اختلافات بقى شوية الوجه ده يعتبر طبعا اللي هو الوجه المربع فبالتالي الشخص ده تحليلي جدا عنده طاقة وحيوية في الشغل رهيبة استنوا ارسم لكم المربع مظبوط لحسن تفتكر ان هو ده شكل الوجه اللي انا بتكلم عليه المربع بيكون كده بالزبط طيب من صفات الشخصية دي انه عدد من الناس بيقدر يجيب افكار جديدة وبيعرف ان هو يطبقها فورا الناس دي بارتو بتكون متعددة المواهب عنده القدرة ان هو يقدر ينط من حاجة الحاجة تاني يعني مثلا ينفع يشتغل حاجة فجأة تلاقيه نط تشتغل في حاجة تاني لان بيكون عنده قدرة على التغيير عالية وطبعا بيكون عنده طاقة وحيوية جدا في العمل زي ما اتفقنا ولكن المشاعر عنده بتكون قليلة جدا لان النوعية دي من الناس دايما بتحاول تفكر في النجاح اكتر مش اللي هو بيفكر في مصلحته بس هو شخص بيكون عملي جدا عملي بالزيادة قوي طيب ندخل جوه السمات بتاعت الشخصية هتلاقي الودان بتاعته اللي هي الودان الانتفاعية طبعا فبالتالي الشخص ده عنده خصوصية عالية جدا يعني فكرة ان انا بحلله دلوقتي دي حاجة للأسف هي ممكن تزعله النوعية دي من الناس برضو بيكون عندها قدرة على الادخار عالية جدا ما يعملش حاجة الا لو في مقابل ولكن المقابل هنا مش شرط يكون مقابل مادي خلينا ندخل جوه الوشة اكتر ونقدر نشوف حاجة زي كده ونقدر نعرف ايه المقابل هنا طيب مبدئيا كده بالنسبة اللي الدقن طبعا برضو هو شخص مشاكس لان الدقن مستقيمة لو بصنا على الشفايف هنلاقي نفس الكلام بالزبط اللي في الشخصية دي اللي هي شخصية محمود داود برضو الشفاف من تحت كبيرة فشخص كريم برضو عنده قدرة على التشبيهات والامثلة والحاجات دي كلها لو جينا دخلنا على العين بصوا هي العين مش باينة اوي بصراحة بسبب النظارة بس هو شخص تحليلي جدا لو لاحظت هتلاقي الجيفنا هنا مستخبي فهو شخص تحليلي جدا جدا ودي بتدعم طبعا شكل الوجه اللي هو المربع الشعر عنده هنا الجزء دا اللي هو ليه علاقة بالتمرد فالشخص دا متمرد جدا والتمرد هنا مش معناه حاجة وحشة ولا معناه حاجة كويسة الفكرة التمرد ان انت بتتمرد على الوضع اللي انت فيه يعني مثلا لو انا دلوقتي شخص فقير وعلتي كلها فقيرة فكرة ان انا فكر في النجاح وطموح ويكون عندي عربية وفيلا ومش عارف ايه والحاجات دي كلها الفكر دا في ذات نفسه ماينفعش الا عن طريق شخص متمرد بيفكر بطريقة مختلفة عن المجتمع اللي موجود حواليه او عن العيلة اللي هو موجود فيها ففي الحالة دي التمرد ماينفعش ان انا اقول عليه حاجة وحشة طيب لو العكس لو مثلا انا من عيلة محترمة مثلا فبالتالي ينفع ان الشخص المتمرد في الحالة دي يكون بيفكر بطريقة مختلفة عن العينة المحترمة فينفع ان هو يكون غير محترم يعني التمرد لوحده كسمة ما ينفعش أقول عليها كويس أو وحش إلا لما كمل بقية سمات الوجه طيب اللي في العين هنا برضو فيه جزء لو لاحزت كده ان العين هنا هتلاقي الزاوية الداخلية نازلة لتحت والزاوية الخارجية لفوق النوعية دي من الناس بتلاحز السلبيات بطريقة رهيبة عنده القدرة ان يشوف اي خطأ موجود في اي حد وانا متأكد بسبب الصفة اللي موجودة دي وطبعا انا متأكد ان هتلاقي برضو هنا في حاجب خفيفة بالتالي الشخص ده عنده قدرة على اقتناس الفرص وده اللي خلاهم هما الاتنين يجتمعوا مع بعض بغض النظر ان هما اصدقاء او اتعرفوا على بعض عن طريق اليوتيوب او ايا كان ولكن جزئية ملاحظة السلبيات مع اقتناس الفرص دي طبعا تخلي الشخص ده يكون ناجح جدا خصوصا مع الوجه المربع طيب يعني ايه الخلاصة الشخصية دي ايه في النهاية هو شخص بتاع شغل بس هو ده الصفة اللي انا اقدر اوصفها بيه كمان هنا ادقنا برضو هتلاقي فيها نغزة خفيفة كده هنا فبالتالي الشخص ده بيهتم ايه بنظرة الناس ليه ايه دي الحتة اللي ممكن تكون عاطفية شوية عنده غير كده هو شخص تحليلي جدا 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 طيب يعني دي شخصية كويسة ولوحشة مقدرش اقول عليها كويسة او وحشة كل اللي انا اقدر اقوله عليها ان هو شخص بتاع شغل بس هو هيكون ناجح جدا في شغله او هو ناجح فعليا في شغله طيب ندخل بقى على شخصية علي منصور كيالي او الشيخ علي منصور برضو رجل كبير في السن وهو رجل فقيه طبعا اعلم مني ومن اي حد الصراحة ولكن المشكلة في الحاجات اللي هو لغبط فيها طيب بالنسبة للوجه ده خلينا ندخل على الحتة دي الاول علشان حتة الامانة بالمناسبة يعني هي الخطوط دي معناها ان الشخص ده بيكون عنده خبرة في الحياة عالية جدا وفي نفس الوقت بيكون شخص امين جدا يعني النوعية دي من الناس لو انت اتمنته على فلوس هيرجعها لك طيب لو فرضا ان انت تعرف حد عنده الخطوط دي واتمنته قبل كده على فلوس وما رجعهاش يبقى التحليل كده غلط لا يا صديقي في ظروف حصلت اجبرته على حاجة زي كده الفلوس تسرقت حصل اي ظرف فيامني انا مش بتكلم على الشخص ده انا بتكلم عموما على السما دي تحديدا طيب ما علينا لو دخلنا على اطار الوجه اطار الوجه ده طبعا اللي هو المسلس واي مسلس تلاقي من فوق كده فيه قبة فالشخص ده بيبقى عنده نقطة اللي هو احنا بنسميها الشخص النرجاسي بس بلاش نحكم على الشخص في الاول كده لان النرجاسية دي ليها معاني كتير عشان بس مش من اول التحليل كده يبقى انا بتهم الراجل لا هي فكرة النرجاسية ليها كزا معنى لكن المعنى اللي انا بقصده لغاية دلوقتي خصوصا ان الشخص ده برضو مش انتفاعي اللي ودان عنده مش طالع البر جامد يعني فالشخص ده بيحب جدا مظهره قدام الناس بيحب جدا ان هو يبقى مشهور فكرة ان حد يغلطه دي مصيبة بالنسباله والنوع ده من الناس على فكرة ما بيعترفش بغلطه اطلاقا وعلى فكرة برضو معزع ليان الوجه المربع برضو من النوعية بتاعت الناس اللي هي ما تعترفش بغلطها اطلاقا فكرة انه يقول اسف صعب جدا على الوجه المربع وصعب جدا على الوجه ده طيب خلينا نكمل بقية التحليل هنا الودان زي ما اتفقنا هي دخل الجوه مش طالع البرة فالشخص ده غير انتفاعي ولكن هو وجهه مسلس وحيطة القبة اللي من فوق دي هتكلم فيها بس عايز ادخل جوه السمات الاول عشان ماقولش حاجة مش مظبوطة بالنسبة للدقن ادقن بتاعته طبعا مستقيمة فبالتالي الشخص ده برضو ينفع ان انا اقول عليه مشاكس الفم بتاعه هنا كبير فبالتالي الشخص ده ينفع ان انا اقول عليه غير لبق طيب يا عم ما فوق برضو كان الفم الى حد ما كبير برضو شوية تمام بس هنا الشفايف كبيرة لكن هنا الشفايف صغيرة فبالتالي العطاء عند الشخص ده انتقائي يعني مقصور مقصور على نوعية معينة من الناس مش اي حد العطاء عنده لا اي حد يعني لا العطاء عنده انتقائي وعطاء يعني وقت مجهود فلوس فبالتالي انا ينفع ان انا اقول على الشخص ده ان هو عنده قدرة ان هو يغلط في اي حد وخصوصا لو كان الشخص ده هيقلل من امته او هيقلل من حجمه او هيقصر على فكرة الشهرة بالنسبة له او منظره قدام الناس مش هيقدر يمسك نفسه في الحالة دي يعني ممكن الشخص يدافع عن نفسه بطريقة مثلا مهزبة فبالتالي هيكسف يعني مثلا في ناس في الكومنتات ممكن يكون معترض على علم الفراسة اتكلم عليه بطريقة مش كويسة ولا حاجة زي كده في الكومنت انا برد عليه بطريقة كويسة فالشخص بيتأسف او بيعتذر او بيمسح الكومنت النوعية اللي هي بتكون اطار الوجه بتاعها بالمنظر ده وخصوصا لو حطينا معاد دقن دي ما يعرفش يعمل الحركة دي اصلا بينفعل جدا فعلى طول بيرد فعلى طول بيخلط على طول بيشتم وهكذا طيب لو بصنا على العين العين بتاعته اللي هي العين الغائرة اللي هي بتلاقيها دخل الجوة كده عاملة زي العين العظمية النوعية دي من الناس بتاخد كل حاجة جد جدا يعني مثلا الراجل ده لقدر الله بعد الشر لو تعور مثلا تلاقيه خايف على نفسه جدا النوعية دي من الناس برضو طب احنا حللنا العين البق العين هنا يعني برضو من النظرة مش باينة ما قدرش اقول ان هو بتاع مصلحة والحاجة بس هنا في خطوط باينة هنا فبتالي ينفع ان انا اقول على الشخص ده بيحب التفاصيل ودقيق جدا في حتة التفاصيل دي تحديدا ينفع ان انا اقول عليه برضو من شكل الانف دي ان هو شخص مسيطر وبيحب السيطرة طيب بصوا هي تركيبة الوجه دي كل كده كلها على بعض بتدل على ان الشخص ده في المشروعات التجارية هو ينفع يكون ناجح جدا فبعض الاحيان ورد جدا ان هو يقع خصوصا بسبب حتة المشاكسة دي ولكن النوعية دي من الناس بيكون عندها حدس عالي فاكرين الحدسة الستة بتاعت الستات موجودة تنفع عند الشخص ده بسبب السمات الكتير اللي موجودة في وشه دي عنده حتة الايجابية برضو موجودة لان فيه تسامح هنا لو بصيت برضو المسافة اللي بين العين هتلاقي فيه تسامح طيب التسامح ازاي عمه وهو شخص مشاكس وممكن يغلط في اي حد يدايقه بسبب الدقن لا الفكرة هنا ان انت لو اعتذرت للشخص ده هيسمحك في الحال لكن قبل ما تعتذر شيل يا عم الحاجة طيب بس فيه نقطة هنا في الوجه ده برضو بعد كل التحليل ده هو ازا ما اتفقنا هو شخصية ايجابية بيدور على النجاح والكلام ده كله ولكن هو عنده حتة الوصولية شوية يعني عنده القدرة ان هو يقدر يركب فوق حد او فوق كتاف حد تحديدا علشان يوصل للي هو عايزه وبرضو طبعا الجابهة بتاعته عالية جدا فبالتالي الشخص ده واسع الثقافة جدا الجابهة برضو تعتبر عريضة عنده فعنده ثقة عالية جدا في نفسه برضو اسرار وعناد كل الكلام بتاع الثقة في النفس وبرضو هو من نوعية الناس اللي ما بتنامشي بسهولة بسبب التفكير وفي نفس الوقت برضو هتلاقي عينه تعتبر اللي هي العين الوسعة فبالتالي الشخص ده عنده صراحة عالية جدا والصراحة هنا بتكون موجودة في المشاعر علشان احنا اتفقنا ان الفم حجمه كبير فبالتالي الشخص ده لو زعلان من حد هيكون صريح جدا معاه وممكن توصل لدرجة الوقاحة اعذروني برضو انا بتكلم على شخص يعتبر فقيل حتى لو كان بيغلط في حاجات وفي نفس الوقت برضو هو اكبر مني سنا فانا اعتذر عن الكلمة دي بس ايه الفكرة ان انا عايز اوضحها كتحليل بس للناس اللي بتحب تتعلم علم فرصة فبسبب البقء الكبير هنا هو الصراحة عنده ما بيفكرش ممكن تأثر على الشخص اللي قدامه ازاي ولكن في الاخدود اللي في الجنب ده الاخدود ده اللي هو بتاع الشخص اللبق او الشخص السياسي فينفع ان انا اقول في الجانب العملي لان انا اقدر اقسم الواجه الجانب عملي وجانب عاطفي فينفع ان انا اقول في الجانب العملي هو لبق شوية ولكن في الجانب العاطفي لا هو اللبق عنده مش موجودة في الحالة دي بس مش عايز احلل اكتر من كده عشان ما طولش عليكم يارب يكون الفيديو عجبكم وانا ما حبيتش بصراحة في التحليل اطلع مين وحش ومين كويس والجو ده دي حاجة ترجع لكم واعتذر لو كنت اتكلمت عن اي حد من الثلاث اشخاص دولة بطريقة مثلا مش كويسة ولا حاجة زي كده في النهاية انا بحلل والهدف هو تعليم التحليل عامل ازاي وتوصيل المعلومة وطبعا لو وصلت للنقطة دي في الفيديو انزل بقى يا عم اعمل لايك واشترك في القناة لو ما كنتش مشترك وقلنا رأيك في الكومنتات بس يا ريد بدون خلط في اشخاص يعني لو هنتكلم في حاجة نتكلم في محتوى نتكلم في فكرة برضو في النهاية الناس دي بتتكلم في الدين فبردو ليهم احترامهم وبس سلام عليكم